نروح بقى للمنتخب دلوقتي الملف الأبرز زي ما كنا بنتكلم منتخب مصر اللي بيستعد بقى عشان يخوض مباراتين أمام منتخب كينيا وجزر القمر بكرة 25 مارس و 29 مارس الجاري ده ده من التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 20-22 اللي هتقام بيه الكاميرون بارح خليني أقول لحضراتكم وصلت بعتة منتخبنا لمطار نايروبي استعدادا لمواجهة منتخب كينيا وبتأمل جماهير هنا القرى المصرية في تحقيق المنتخب لنتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة لضمان هنا بقى السعود للبطولة الأفريقية والمنافسة كمان على اللقب اللي ابتعد عن مصر من عام 2010 يعني وقتها كمان لما نجح نجوم الفرعنة كانت حاجة جميلة ومحترمة جدا في حظة البطولة ثلاث مرات على التوالي عشان تكون مصر هنا أكثر منتخب حقق البطولة برسيد سبع بطولات وبفارق بطولتين عن أقرب المنافسين اللي هي الكاميرون المنتخب لعب لحد النهاردة أربع مباريات في المجموعة اللي بتضم منتخبات كينيا وجزر القمر وتوجو نجح نجوم الفرعنة في حظة 8 نقاط بعدما تمكنوا من تحقيق الفوز في مبارتين والتعادل في مبارتين ممكن نقول إن المتخب حيكون يعني إلى حد ما في مهمة سهلة نسبيا من أجل الصعود إلى كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر لقامتها في يناير عشرين اتنين وعشرين إن شاء الله طيب خلنا نروح لصلاح النجم محمد صلاح لاعب المتخب الوطني وفريق ليفر بول إنجليزي هو دايما بيحدى باهتمام كبير سواء هنا بنتكلم على مستوى بقى مشاركته فيه أو مع المنتخب أو مع فريقه الإنجليزي حرس هنا الحساب الرسمي لفريق كمان ليفر بول إن هو ينشر صورة من تدريبات المنتخب الوطني المصري زي ما حضراتكم شايفين وقال الحساب الرسمي لفريق ليفر بول على صورة النجم محمد صلاح الملك في تدريبات الفرعاني حاجة جميلة وعلى فكرة برضو دي من الصور اللي كانت على السوشال ميديا عاملة تعليقات وشار بشكل كبير جدا صلاح بصي اللهم أصلي عنك يعني ما شاء الله عليه جاذب لعدسات الكاميرات وجاذب لكل الصحفيين والصحافة الرياضية لا إحنا بنتكلم على أيقونة رياضية ومعدين مش متكررة يعني الكواليتي ده من النجاح والاستمرارية فيه والحفاظ عليه ما حصلش مع العيبة كتير وهو الحمد لله رب العالمين ربنا يزيده يعني من فضله اشتركوا في القناة